تعلم الأدب الذي تلقته قلوب الصحابة وهم أعظم من تلقى عن الحبيب لتدرك الأدب في المعاملة مع هذا الحبيب الله أدب الصحابة فنهاهم أن يجعلوا دعاء النبي بينهم كدعاء بعضهم بعض لبعض وأمرهم ألا يخاطبوه وأن لا ينادوه باسمه المجرد وجعل الذين ينادونه من وراء الحجرات لا يعقلون وجعل الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي معرضين لأن تحبط أعمالهم عباداتهم صلاتهم صيامهم جهادهم قيامهم دعوتهم معرضة لأن تحبط وأن تصبح لا شيء إذا رفعوا أصواتهم فوق صوت سيدنا محمد أدبهم الباري جل جلالهم بهذا الأدب فذاقت قلوبهم حلاوته فارتقوا في معنى التعلق بحضرة حياته صلى الله عليه وآله وسلم مرتقا عاليا أوقفهم على أنهم يعيشون مع سيدنا محمد في حياته الدنيا حياة المتلق المتعلق المحب المضطرب يخلف محبوبه الذي إذا حضر أحدهم بين يديه حضر وهو منكس الرأس لا يكاد ينظر إلى حضرته قلوب حية عرفت التعامل مع حياة الحبيب أكابر الصحابة ما استطاعوا أن يصفوا وجهه والمتتبع منكم كتب السيرة والشمائل يجد أن الصحابة الذين وصفوا وجه النبي وملامحه صورته هم صغار الصحابة في السن أو الذين تربوا في بيته كالإمام علي بن أبي طالب أو هند بن أبي هالة ربيب رسول الله الذي كانت أمه السيدة خديجة هؤلاء الذين وصفوا رسول الله لكن هل تستطيع أن تسمع وصفا مفصلا لرسول الله من سيدنا أبي بكر من سيدنا عمر من سيدنا عثمان من أكابر الصحابة لا لأنهم إذا جلسوا بين يديه لم يستطع أحدهم أن يحد بصره في وجه رسول الله كأن على رؤوسهم الطير إذا تكلم فكلهم آذان صاغية وإذا أشعر فكلهم خدم يستجيستجيبون وإذا توضع كادوا يقتتعون على فضلة وضوءه فمن وجد منه شيئا مسح ببلله وجهه ومن لم يجد أخذ من بلل كف صاحبه ومسح به وجهه عاشوا معه في حياته الدنيا على أن كل حركة له وسكنة من سكناته حياة لقلوبهم يصلي فينقص من الصلاة ركعا فلا يجرؤ أحدهم أن يتكلم ويقول يا رسول الله لقد أنقصت ركعا ويقوم من مجلسه ويجلس في آخر المسجد فيقوم إليه ذو البجادين أو ذو اليدين ذو البجادين ويقول يا رسول الله أنقصت الصلاة أم أنك سهوت حتى المتجرؤ منهم لم يجرؤ يقول يا رسول الله أنت أنقصت لأنه ينظر إلى الحبيب أنه كامل في شؤونه كلها أنا قصت أم أنك سهوت يا رسول أحد قل ما يقول فيقولون نعم فيقوم ويتم الركع ثم يقول لهم إني نسيت أنسيت أنسيت ولم يقول نسيت أنسيت لما لأعلمكم في شؤوني فحتى في مظاهر الإخلال في الصورة التي تبرز منه هي حياة لكم ولقلوبكم لتتعلموا منه لأنه لو لم يسه لو لم ينسى كيف ستعرفون أحكام النسيان والسهو في الصلاة فكان في مظهر سهوه وفي مظهر نسيانه نوع حياة لقلوبكم بأن تأخذوا نهجا تعاملون الله تعالى به في حال حصول السهو منكم بل إن معنى حياته صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن تتعلق بها قلوب أمته كانت سابقة لصورة حياته الدنيا فإن حياة المصطفى لم تبتدئ بولادة أمه له حتى نعتقد أنها انتهت بوفاته ولقد صح في الحديث الصحيح عنه أنه قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد في الرواية الأخرى وآدم منجدل في طينته يا رسول الله ما معنى أنك كنت نبيا في ذلك الوبد يقول بعض الجهال أن المعنى أنه نبي في علم الله وموسى ما كان نبيا في علم الله وعيسى ما كان نبيا في علم الله وإبراهيم ما كان كلهم كانوا أنبياء في علم الله بل آدم كان نبيا في علم الله ومنجدل في طينته لكن الحبيب المصطفى يتحدث عن كينونة قد تميز بها عن بقية الأنبياء أجمع أبرزها الله على لسان أبيكم آدم فيما رواه الحاكم بسند حسن عنه أنه لما أكل من الشجرة وأراد التوبة قال اللهم إني أتوسل إليك بمحمد إلا ما غفرت لي عجب حياته كانت في أذهان الأنبياء وفي قلوبهم كيف عرفت محمدا ولم يخلق بعد يا آدم قال وأنت أعلم يا ربي لما أشحدتني العرش وجدت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لن تقرن اسما باسمك إلا وهو عظيم عندك فقال نعم يا آدم إنه خاتم النبيين من ذريتك ولأجله خلقتك وذاق هذا المعنى بعد آدم الأنبياء نبيا بعد نبي ومن معاني حياته أن جميع أولاد آدم كانت حواء تلد في البطن الواحدة ذكرا وأنفى إلا شيث بن آدم الذي هو جد رسول الله سيدنا محمد لما حملت به أمه ولدته فردا لأنه كان يحمل في ظهره وفي صلبه نور الفرد صلى الله عليه وسلم كل بطون حواء كانت ذكرا وأنفى ذكرا وأنفى تلد توأما ذكرا وأنفى إلا سيدنا شيث فإنه ولد وحده لأنه قد حمل الذي كرم بالكرامة العظمى وحده عند الله فكان في ذلك معنا من معاني حياته يتنقل به من صلب إلى رحم وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في أخيرهما وما أخرجت من سفاح بل أخرجت من نكاح من لد أبي آدم إلى أبي وأمه فكانت معاني الحياة تتنقل فيها وهو بين الأصلاب والبطون حتى أورد الحافظ القصطلاني شارح البخاري رحمه الله في سيرته المسماء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ذكر أن نزارا جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد نظر أبوه إلى وجهه فرأى نور سيدنا محمد في طلعته فأكرم القوم إكراما كبيرا وأقام من الموائد وأطعم الطعام ما لم يعهده العرب في حصول الأولاد فقال لقد أكثرت وأسرفت فقال إن هذا نزار نزر أي قليل في حق هذا المولود فسمي النزارا وتنقل بهذا المعنى من صلب إلى رحم حتى جاءت الليلة التي أراد الله في آخرها أي في سحرها ومع فجرها أن يبرز نور سيدنا محمد في هذا الوجود الدنيوي فأضاء معنا من معاني حياته اهتزله العالم ولا يقرأ أحدكم كتابا من كتب السيرة المعتمدة المتوسطة في حجمها فما فوق إلا ويقرأ فيها أخبارا عجبا عند ولادته من اهتزاز العروش ومن انصداع إيوان كسرى ومن انطفاء النار التي كانت توقد تعبد من دون الله ألف عام ومن حصول أمور عجيبة تدل على أن معل الحياة قد دبت في هذه الدنيا بوجوده صلى الله عليه وسلم فهو الحياة هو الحياة صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أشرف على الحياة الدنيا انتعشت الحياة الدنيا الأصنام المثبتة بصبات الرصاص والحديد على الأرض تهاوت على رؤوسها وبرزت معاني من الحياة في أطوار حياته فهذا الرضيع الذي يدر اللبن في فدي حليمة الجاف الذي لا ينبض بقطرة من لبن بمجرد أن تضمه إلى صدرها أبرز معنا من معاني الحياة لصدرها بذوق ذمها إياه إليها قالت حليمة لما سبقنني صويحباتي ولم يبق لي رضيع أرجع به وأتقوة بالمال الذي ينفق علي به والده وجدت هذا اليتيم قال لي عبد المطلب هلك في صبي غلا طف هلك في رضيع يتيم ترضعينه فقلت له هلا غلا صبيا ليس باليتيم حتى أجد المال من أبيه فقال ليس لدينا إلا اليتيم فأعرضت ثم ذهبت ودارت وأراد الله لها السعادة وهي لا تدري فسبقنها جميع صويحباتها ولم تجد طفلا واحدة فاستحيت أن ترجع مخذولة بين صويحباتها حلاتي فزن وحضين بالأطفال فاستأذن الزوجها فأذن لها فذهبا لينظر إلى ذلكم اليتيم قالت فدخلت على أمه آمنة قالت فما أن نظرت إليه حتى انشرح صدري معنى الحياة مرتبط به حتى انشرح صدري قالت فلما حملته وضممته إلى صدري فتح عينيه وفمه وتبسم فخرج نور من فمه لحق بعنان السماء قالت ولقد بات ولدي أي ولدها من صلبها يصيح يتضوع من الجوع يتضور من الجوع لا أجد في صدري قطرة لبن تبض حتى أسد به جوعته فوالله ما أنضممت محمدا إلى صدري حتى امتلأ ثديايا باللبن وأخذ يقطر حتى بل ثوبي قالت فألقمته ثدي الأيمن فشرب ثم أردت أن أتبارك به فللقمته ثدي الأيسر فلم يرضى أن يشرب وكأنه علم أن له أخا يشاركه في اللبن قالت فأقبلت وأنا أحمله على زوجي وكان لنا شارف أي بغلة كانت لنا شارف أي ناقة ليس فيها قطرة لبن وبت وزوجي نتضور من الجوع فقام زوجي إلى الشارف فوجد تديها قد امتضرعها قد امتلأ باللبن فشرب وشربت ورويت ورويه قالت وكانت لي أتان أي دابة ضعيفة قد أختأخرت في آخر القافلة عند المجيء وكن النساء يصحن بي هيا أسرعي فقد أخرتين ولما قربنا من مكة سبقنني إلى الرضاعة إلى أخذ صبياني بسبب تأخري شارب أتاني قالت فلما ركبت على الأتان وعلى حجري محمد أسرعت وركضت حتى لحقت بالنساء فسبقت النساء فتحركنا دواب النساء غيرة خلف أتاني حتى اضطربنا النساء وقلنا ما هذا يا حليمة أهذه أتانك التي جئت بها قالت نعم فقلنا لها إن لك لشأن آخر إن لأتانك شأن هذا اليوم لقد أتعبتينا في المجيء تأخرا والآن أتعبتينا في الرجوع سبقا ارفقي بدوابنا فقد أتعبتي دوابنا الحياة دبت حتى في الأتاني في البغل في أنت الحمار لأن صاحب سر الحياة محمول عليها قالت فوصلنا إلى باديتنا وكان القحط قد أضر بباديتنا واشتد بها القحط واشتد بنا الفقر وكانت سنة متعبة مسنتة هلك فيها الحرث والنسل فما أن دخلت بمحمد إلى باديتنا وبادية بني سعد بين الطائف ومكة وهم من قبائل هوازن ما أن دخلت إلى باديتنا حتى أقبل الغيث وأخصب الزرع ودر الضرع وعشنا في سنير خارخاء بوجود محمد قالت فالتفت إلى زوجي إلى بعلي وقلت لعلنا قد أخذنا نسمة مباركة فقال إي والله يا حليم إنه نسمة مباركة قالت وكا وكن شياه يخرجنا إلى الرعي فيعدنا سمينات وشياه صويحبات من الجيران يعدنا جائعات فكن يقولنا للرعاة ويحكم اخرجوا بأغنامنا إلى المكان الذي تخرج إليه أغنام حليمة فإن أغنام حليمة تسم فكانت أغنام حليمة تعود سمان وأغنام الأخريات يعدنا وهن جياء سر الحياة سراه إلى البهائم إلى الأرض إلى الناس إلى الخيام إلى كل ما أحاط بهم لأن مظهر الحياة في الوجود قد آوى إليهم ورافقت الحياة هذا الحبيب في تنجله من الصباء إلى سن الشباب إلى ما بعد ذلك حتى أن قريشا لما اشتد عليها القحط جاءوا إلى عبد المطلب يستسقون قال الراوي فخرج عبد المطلب ومعه غلام صغير ممتلئ اللحم يحمله بيديه ويضمه إلى صدره فأقبل بقريش وطاف بالكعبة ثم وقف أمام الملتزم وألصق الغراء الغلام بالملتزم وصاح وقال يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه اسقنا بوجه هذا الغلام فوالله الذي لا إله إلا هو لم يتحرك عبد المطلب من موقفه حتى بل ثوبه من المطر فكان في وجوده بينهم سرا من أسرار الحياة كان سر من أسرار الحياة في وجوده بينهم ولما كبر في السن صلى الله عليه وسلم فحببت إليه الخلوة وأكرمت السيدة خديجة به أحيى الله تجارتها وأحيى الله بيتها وأحيى الله قلبها ولما نزل عليه الوحي وأحيى الله به الدنيا بمجمعها بنور الوحي السماوي فسر الحياة التي جاءت في وحي الله إنما أبرزت لهذه الأرض على لسانه صلى الله عليه وسلم فإذا علمنا أن معاني الحياة لازمت الحبيب ونبعت منه وعادت إليه قبل وجوده في الحياة الدنيا عرفنا أن معنى حياة سيدنا محمد ليست مقصورة على المدة التي عاشها 63 سنة في الدنيا وعرفنا إذا سمعنا أخبار انتقاله إلى الرفيق الأعلى التي يحلو للكثير ذكرها دون أن يستشعروا معنى الارتباط فيها بمحبته وبدوام حياته إذا جئنا إلى ذكر انتقاله إلى الرفيق الأعلى وجدنا معان من الحياة قد أبرزها الله في انتقاله فلقد جاء أنه لما حج في حجة الوداع وودع أمته وقال أيها الناس اسمعوا وعوف لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فأنصت الناس وتعدادهم يزيد على المئة والعشرين ألفا وأصغوا إلى الحبيب يسمعونه جميعهم فأوصاهم ووصاهم وربطهم بمعاني صلتهم بربهم ودينهم وأنزل الله عليه في ذلك الموقف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأحيا فيهم معاني الحياة العظمى بموقفه هذا وهو يودع فكان وداعه حياة لعمته من بعده ثم عاد إلى المدينة وأتى شهر ربيع الأول والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يجد في أوائل أيامه ثقلا في بدنه وحمى تعتريه تلحقه بالأرض يسقط على الأرض من ثقلها ويضمد بالماء البارد ويصب عليه الماء من القرب التي طلب أن يصب عليه منها الماء وهي سبع قرب لم تحل أوكيتهن فقال صلى الله عليه وآله وسلم وصبوا علي الماء منهن فلعلي أخرج فأودع أصحابي وصب عليه من ذلك الماء فوجد نشاطا في نفسه وخرج روحي له الفداء يخط بقدميه على الأرض من ثقل المرض يتهادى بين الإمام علي بن أبي طالب والفضل بن العباس رضي الله عنهم وأقبل على الصحابة فقاموا فرحا إليه لما أقبل وجلس على آخر درجات من بره الشريف فأقبل عليه الصحابة ينسطون فخطبهم خطبة المودع ثم قال لهم إن رجلا قد خير بين الحياة الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى هل الرفيق الأعلى انتهاء للحياة يا أصحاب العقول هل الصلة بالرفيق الأعلى انقباء للحياة الصلة بالرفيق الأعلى هي عين الحياة فاختار الرفيق الأعلى فضج الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرواحنا وأولادنا وأهلونا وأموالنا لك الفداء قال أبو سعيد الخدري رضي الله الخدري رضي الله عنه وأرضاه فقلت ما لهذا الشيخ أخرف يعني سيدنا أبا بكر رسول الله يكلمنا عن رجل وهو يعتقد أن المقصود رسول الله قال فعلمت بعد وفاة رسول الله أن أبا بكر قد سبقنا فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أرواحنا وأبناؤنا وأهلونا وأموالنا فالتفت إليه المصطفى منبر إليه نظرة هي النظرة إن قيل نظرة وقال دعولي صاحبي إن أمنكم علي في الإسلام أبو بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخدت أبا بكر خليلا سدوا كل خوخة أي فتحة من بيوتكم إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر ثم قال قيل له يا رسول الله أهصنا فكان مما أوصى به قوله استوصوا بالنساء خيرا وهذا معنى الراج من الحياة يودعنا عليه أن يقيم معنى من معاني صلتنا ببعضنا البعض فيها بقاء حياتنا الصورية الدنيويجة لتتحول إلى حقيقة حياة إن أقمنا الصلة على وصف الإحسان واستوصوا بآل بيتي خيرا ليحيينا بذلك حياة تتصل بحضرته لما قال أهل بيتي نسبها إلى حضرته ليعلمنا أن انتقاله من الدنيا لا يعني انقطاع صلتنا بحضرته استوصوا بآل بيتي أي أن معاني صلتكم به تبقى ما بقي آل بيتي بين ظهرانيكم وأوصاهم وقال لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأوصاهم بما أوصاهم به فقال بعضهم يا رسول الله إن أنت ميت فمن يغسلك فقال نفر من أهل بيتي فقالوا وقد أشفقوا وهستشحروا معنى الاقتراب للفراق الذي بينه وبين رسول الله فقالوا وفيما نكفنك فسالت دمعته لما رأى إشفاق أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال في ثوب هذا أو في كفن يماني أو في جبة شامية أو قطن مصري فقالوا يا رسول الله فمن يتولى دفنك قال نفر من آل بيتي فأخذوا يسألونه فلما أكثروا عليه السؤال في شؤون تجهيزه وانتقاله بكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال ترفقوا بنبيكم وقام صلى الله عليه وآله وسلم ودخل إلى بيته تخط قدمه وآوى إلى فراشه وازداد قلق الصحابة فتركوا أعمالهم وشؤونهم وأحاطوا ببيت رسول الله جلوسا عند مسجده يرتقبون الخبر ودنا وقت الصلاة فلم يخرج إمامهم ليصلي بهم فأشفق الصحابة فقال الحبيب المصطفى للصديقة عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت إن أبي رقيقا وأخشى إن قام أن يبكي ولا يحتمل أن يقوم مقامك فمر عمر يا رسول الله فقال إن كن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأمر أبا بكر فقام وصلى بالناس فرضا وآخر وثالث ورابع ثم وجد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من نفسه خفة في وقت صلاة الفجر فرفع الستار عن باب بيته وأطل بوجهه ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يصلون صفوفا خضعا خشعا لربهم خلف الصديق فأضاء المسجد من نور طلعته عندما أشرف عليهم حتى قال بعض الصحابة لقد كدنا أن نفتن في صلاتنا لما أقبل رسول الله فأقاد أبو بكر أن يتراجع وأراد الصحابة أن يتلفتوا فأشار بيده الكريمة إليهم أن مكانكم ثم أرخى ستار بيته الذي على مدخل بيته قالوا وكانت آخر إطلالة لوجهه الشريف على أصحابه ودخل يعوده عبد الله بن مسعود وهو خادمه في بعض أصحابه فلما نظر إليهم روحي له الفداء قال آواكم الله حفظكم الله بارككم الله أي يدكم الله نصركم الله أعانكم الله وداعوا المشفق على أصحابه صلى الله عليه وسلم ثم سلموا عليه وخرجوه قال صلى الله قال الراوي فوجد الصحابة فرحا لما رأوا إطلالته من على باب منزله وظنوا أن النشاط قد دب في جسمه فتفرق بعضهم إلى أعمالهم ولعل ذلك من رحمة الله تعالى بهم قالت السيدة عائشة وكان قد استعدن أن يمرض في بيتها من بقية الزوجات فأذن له وجاء ذلك اليوم في يوم الاثنين وكان يومها قالت قبض رسول الله في حجرتي في يومي بين صدري ونحري قالت كنا جلوس فأقبلت فاطمة تبكي لا تخطئ مشيتها مشيت أبيها فأكبت عليه وقبلته فقبلها فأسر إليها في أذنها فرفعت رأسها وهي تبكي وعلى نشيجها ثم أشار إليها فأكبت عليه مرة أخرى فرفعت رأسها وهي تبحك فقلت لم أرى بكاء أقرب إلى ضحك من هذا ماذا قال لك أبوك قالت إليك عني فما كنت لأفشي سره في حياته ثم سألتها بعد انتقاله فقالت نعم لما أكببت عليه قال لي يا فاطمة إن جبريل كان يتعهدني القرآن في كل عام مرة وتعهدني هذا العام مرتين وإن أباك قد خير بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى وما أظن أو ما أراني إلا مقبوبا في يومي هذا فبكيت لذلك ثم أشار إلي فانكببت عليه فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وأن تكوني أول أهل بيتي لحوقا به فقمت فرحا بسرعة اللحوق به الموت يحزن فلم فرحت بخبر موتك يا سيدة الزهراء قالت إن خبر موتي هو تعجيل للقاء بحبيبي فهو عين الحياة عندي قالت سيدة عائشة وكنا من قبل شعرنا بحركة عند الباب نعهد جبريلا يحدثها إذا أراد الدخول فاستأذن فدخل على رسول الله ثم سمعت رسول الله يقول له يا جبريل الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى فعلمت أنه لن يختارنا قالت ثم أقولت ماذا جرائم الذي ما الخبر يا رسول الله فقال إن هذا جبريل أتى وقال إن ملك الموت على الباب يستأذن وإنه لم يستأذن أحدا من قبلك ولن يستأذن أحدا من بعدك وإنه يقول إن الله يقول يقرئك السلام ويقول لك إن ربك قد اشتاق إليك أفيكون انقلابه إلى ربه المشتاق إليه موتا يا أصحاب العقول إن عين الحياة هي الانقلاب إلى الحي جل جلاله وتعالى تعظمته فلو شئت قبض روحك فألحقك بالرفيق الأعلى وين شئت أبقاك ما شئت من الزمن فاختار الرفيق الأعلى ثم دخل ملك الموت فألقى السلام على سيد الأنام وقال يا رسول الله أتى أذن لي قال دونك يا ملك الموت وترفق بقبض روحي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لملك الموت فترفق بي يا أخي يا ملك الموت رسول الله يشفق من الموت وآلامه فما حال الغفل الأموات وهم في صورة الأحياء لم يفكروا ساعة في ساعة النزع وما يحصل من سكرات الموت فأخذ ملك الموت ومن معه من الملائكة المشرفين بعلاج روح أشرف الخلق ينازعون أشرف وأطهر وأقدس روح في هذا الوجود من أخمص قدميه وبدأ العرق يتصبب من الجبهة الطاهرة كأنه حبات لؤلؤ بريح المسك والحبيب يمسح العرق من جبهته ويضع يده في إناء من الماء بجانبه يتبرد به وهو يقول آه 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 إن للموت لسكرات اللهم خفف علي سكرات الموت فينزل عليه ملك من السماء يقول له يا رسول الله إن السلام يقرئك السلام ويقول لك إنه قد خفف عنك سكرات الموت بضعا وعشرين سكرة وفي رواية بضعا وسبعين سكرة السكرة الواحدة أشد من تقضيع السيف فبكى روحي له الفدا ما بكى إلا من أجلي ومن أجلك قال اللهم ثقل علي وخفف على أمتي كيف لا تهتز قلوبنا شوقا إليه كيف لا نفديه بأرواحنا كيف لا نفني أعمارنا في محبته كيف لا نملأ قلوبنا شوقا إليه كيف لا تهتز جوانحنا عند ذكره كيف لا نفني أعمارنا في محبته كيف لا تهتز جوانحنا عند ذكره شكرا